أنا خدت بالي وأنا بتكلم فأسود عبد الرحمن كان بيؤمن عمل كده من أكتر من 30 سنة وفيه ناس بتطلع معاهد وجامعات وكليات أجنبها مضروبة ومحلي مضروبة أقول لك إيه إحنا خدنا الترخيص المش عارف إيه والقرار الجمهوري رقم 516 بإنشاء مش عارف معاهد عليا وهم كذبين ومش عارف ده كلية إيه اللي هي أصلا فرعة عن جامعة كذا في الدولة الفلانية كلام من ده وإيه القصص دي؟ ده كمان من الخمسينات لو هنرجع لو هنرجع لأيام جامعات شرق أوروبا لما كانت القصة وجهة اجتماعية لما كانت الشهادات دي بتمثل وجهة اجتماعية فكان الالتحاق بهذا النوع من الجامعات الضعيفة أو غير المعترف بها أو غير المعتمدة كانت جزء من الوجهة الاجتماعية اللي بيسعى لها كثير من أبناء دولة النمية مش مصر بس لو أنت ابنك فين ابني بيتعلم في أوروبا؟ لكن دلوقتي إحنا بنتكلم الموضوع يعني أخذ شكل الجديد مستحدث يمكن مع بداية القرن الحالي لما بقى هنا نقدر نصمف ثلاث أشكال من هذا النوع من التعليم الوهمي أو غير المعترف بها إيه هم الثلاث أشكال؟ الثلاث أشكال الشكل الأول وده يمكن إحنا له خصوصية في مصر أكتر هو فكرة الكيانات أو المنشآت الحاصلة على ترخيص ما تقدم خدمة ما وتقدم خدمة تانية يعني بيتغير الترخيص من خدمتها اللي هي حصلت عليه من جهة المحليات إلى شكل لتقديم شهادات أو خدمات تعليمية غير مرخصة في التعليم العالي النوع الثاني أو الشكل الثاني هو فكرة الشهادات المزورة بقى دي بتستند إلى يعني إذا كانت الشكل الأول بيستند إلى نموذج أو كيان قد يكون موجود وإحنا شايفينه وعارفينه ولو ترخيص ما لا النوع الثاني ده بقى غير قانوني بالمرة هو ناس بتقول إحنا ندي شهادات مراحل التعليم الأساسي اللي هي من أول السنوية العامة لغاية الشهادات الأمريكية الدبلومة الأمريكية والأي جي والكلام ده أو لغاية الجامعة لغاية الدكتوراه ده الشكل الثاني الشكل الثالث هو فكرة الالتحاق بالجامعات الضعيفة أو الجامعات اللي هي بتحمل أسماء أكاديميات كبيرة يعني هتسمع كامبرجي مش عارف إيه وإيه وإيه بس هتسمع كامبرجي لحاجة هي شركة هي حتة قوضة معمولة في تحتبير سلم برضو في المؤسسات وده كان بيتصدر لنا دايما وبيتصدر للدول العربية والدول النامية من دول زي أمريكا القوانين فيها تسمح بفكرة أن تيجي مثلا شركة تؤسس باسم جامعة عالمية ده كتير في أمريك مركز أهلي أو مجتمع مدني يعمل برضو حاجات من هذا النوع نحن نتكلم عن يعني في العشرين السنة اللي فاتوا عشرات الألاف من الشهادات كانت بيطلع سنويا من هذه الكائنات طيب التلات أشكال دول الشكل الثاني والثالث هم شكل متصدر لنا من برها دخيل علينا وإحنا تأثرنا به وكان هدفه بالشكل أكبر الواحد يدور على شهادة دولية شهادة قوية بهدف الوجهة الاجتماعية أو بهدف التوظيف لكن الشكل الأول هو الشكل الخطير والمستحدث واللي بدأ يظهر معانا من بداية القرن الحالي هو فكرة يرتبط بأبعاد اقتصادية أكتر نحن في الأول كنا يعني يرتبط بطلاب مرحلة التعليم الأساسي اللي بيدوروا على فرصة في التعليم العالي طلاب ما بعد السنوية العامة ما جابش تأديرات كبيرة وخاصة هؤلاء طلاب أصحاب المجميع الضعيفة اللي بيجروا بسرعة شديدة وبيتجهلوا دايما وزارة التعليم العالي بتؤكد هناك مكان لجميع الحاصلين على السنوية العامة والشهادات الفنية والمعادلة لها في الجامعات والمعاهد اللي هي التعبير النصب وعندي كمان جامعات ما هيش قد كده أنا مش هقول هي نصابين ما هيش قد كده بس بالتأكيد بتقعد تروج عن نفسها بشكل مشكلة تدليس باعتبار أنه إحنا تصنفنا عالي وحد أنا أعرف منين كولية أمر وأنا أعرف منين كطالب طيب الإجابة طبعا على السؤال ده خلينا بس نفسر الكيس نفسها بتنقصم ليه أربعة حالة عندنا رقم واحد فيه ناس محترمة بتتعامل مع أماكن رسمية ودول طبعا وربنا يبركلهم على جنب كده بنخليهم على جنب في رقم اثنين فيه ناس بتتعامل مع أماكن نصابة زي ما احنا بك قلته أو بمعنى أدق أماكن ممكن تكون بتنتحل بعض الشهادات مثلا أو بتحاول أن هي يعني تدي الشهادة فيك مثلا أو أي حاجة من حاجات دي كلها وده تاني نوع تالت نوع وده نوع بيحصل كتير جدا وهو أن أنا بتعامل مع حد نصابة بيستخفج لي الشهادة أصلا أو بيطلع للشهادة وده هنتكلم برابدو نقدر أن احنا نطلع الفارباكة بتاعته ازاي ايوة لمرزك الشهادة كده أول ما بص عليك اهي جاب طبعا سهلة جدا طبعا عبودي دي مضروبة بتقلع الله طبعا وفيه بقى آخر حاجة خلص وهي فكرة أن أنا أتعامل وأقدر أن أنا أكشف الكلام اللي بيحصل معي ازاي وفي نفس الوقت أقدر أحدد إن كان فعلا المستند أو الوثيقة اللي معايا وطفع بقى أنا بتكلم شهادة مستند من المكان حتى لو على مستقى الكورسز أو الكورسات اللي هي الطلاب بيحضروها برضو بنوضح ازاي ممكن ده بيحصل والأهم إن لو حصل وده على فكرة موجود بنتكلم حتى في الكورسات البسيطة اللي معظم الطلاب حاليا بيعانوا من إن هو ممكن ياخد كورس في مكان وبعد ما يخلص يقول له والله يلاقي الكورس بتاعك ده غير معتمد ومكان غير معتمد مع العلم إن هو ممكن يكون دافع فيه مبلغ كبير جدا وللأسف المشكلة دي ناس كتير جدا جدا يوميا بتستفسر عنها هل المكان اللي أنا هروح أقدم فيه ده هل المكان ده معتمد طب هل المكان ده بعد ما يخلص هيدين شهادة فعلا القطاع الخاص اللي أنا هقدم فيه أو whatever بقى أنا هقدم فيه أو حتى هقدم بره مصر هل الشهادة دي معتمدة فطبعا للإجابة على الكلام ده كله خلينا بس نوضح إيه اللي ممكن يحصل لو أنا مثلا جاي أقدم أو أقدر إن أنا أكشف إزاي المكان اللي أنا بقدم فيه ودي حالة إحنا طبقناها بالفعل على أكتر من مكان والله يجينا نقدم والله إنتوا المكان الفلاني قالوا إنا آه والله طب طبعا عندكو الشهادات اللي أنتو بتطلعوها للطلاب عاملة إزاي فجابونا مثلا كيس كده من شهادة مثلا طلع فبدأنا نمسك الأرقام اللي هو بمشروط بيقى فيه ساريال كده الساريال ده نبتدي ناخد الساريال بشكل بسيط جدا أي حد يقدر يعمل ويحط الساريال لأحد الطلاب اللي هم مرفوط حاصرين على الشهادة أناك وبدأنا نكتشف إن القصة فيها حاجات فيك فبدأنا طبعا نحنا ندوره راهم ما عرفنا إن هما فيهم عندهم مشكلة فيه نوع تاني من أنواع التزوير نحو ده سيريال ده إيه بحطه على جوجل فبيطلع لي حاجة الموقع الرسمي يعني سي مثلا بنتكلم في مؤسسة كذا بندخل مثلا ناخد الساريال ده نبتدي إن إحنا نحطه على جوجل فيجولك أنا متخرج مثلا من أكسفورد مفروض إنه هو في كل تفاصيل فروح واخدها ودخل على أكسفورد أدور على السيريال بالضبط فيه حاجة تانية برضو بقت أحدث شويتين بقت موجودة هو التوقيع الرقمي التوقيع الرقمي ده بيكون مفروض إن أنا بيبقى لي زي URL كده خاص بي الواحدي URL ده وانص إن أنا عملت بس سكان بQR على الشهادة نفسها أو الوثيقة أو الاعتماد اللي في إيدي بيقدر إنه يديني تفاصيل دقيقة جدا عني زي أنا مين حضرت قد إيه من يوم كذا اليوم كذا كتاست الامتحان ولا لأ المفروض الديجريت تاعتي أو الضارة بتاعتي عاملة إزاي كل الكلام ده كله خاص فيه التوقيع الرقمي اللي بقى موجود كتير جدا وده بيبقى زي توقيع كده مدمج مع QR بيديني URL كده بيوصلني لي الdatابيز نفسها اللي أنا المفروض بتعامل عليها طيب أنا فرضا من اللوقتي تعملت مع مكان وأنا بتعامل بصفة فونية خلاص وأنا بدأت أروح مثلا لمكان أخبط عليه وتأكدت من إن الشهادة دي فعلا تمام هل أنا كده أقف وأقول stop والله لا كده تمام زال full أنا هسلم نعمر كده بالبلدي طبعا الكلام ده غلط لأن ممكن يحصل حاجات تانية advanced بقى حبيتين وده ناس اللي بتتعامل مع أماكن أولاين في دول تانية تخلي بالها جدا 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 لأن ممكن يحصل حاجات زي مثلا هقول له الكيس كده كانت حصلت مع حد من دول العربية وصديق لينا وكانت فعلا كيس كانت غريبة جدا دخل دورة أولاين وبدأ أن هو يحضرها وكتاز الانتحانات وكتاز كل حاجة وعملوا حاجة يعني أنا شايف أن هي نوع من أنواع يعني الشيطان نفسه يوقف يتفرج عليها عملوا إيه؟ في حاجة اسمها iswoofing email يعني iswoofing email يعني أن أنا هبعت لحرك email رسمي دلوقتي جاي من مكان معتمد يعني إيه؟ يعني تزوير email الرسمي اللي بتبيعك بيه وده على فكرة موجود ده تكنية تعتمد على بروتوكول اسمه SMTV ده البروتوكول مسؤول عن أننا لو عايزة أبعت email من أي اسم دومين أي اسم حاجة تيجي بالي أقدر لنا أبعتها لحضرتك دلوقتي انطلاقا من الاسم ده ده موجود ده حاجة يعني قديمة جدا ومستخدمة الفكرة في التوليف بقى من ده ده قدر أنه هو يبعت له email رسمي الشهادة بمفروض أنها هي fake خلاص وقدر أنه هو يبعت له على email بتاعه اللي هو مسجل به يبعت له الشهادة بمضروفة طبعا اللي خاد استلم الحاجة دي طبعا خلاص لنا جاي لي من email الرسمي بتاع المؤسسة اللي أنا بتعامل معها اللي هو أصلا بينتحد شخصيتها وبينتحد تفاصيلها طبعا خاد الشهادة دي بدأ أنه يقدم في أكتر مكان لحد ما يقدم في مكان فعلا وكان مفروض أنه كان حد يعني qualified أو حد مؤاهل أنه يشتغل بدأ بقى أنه هم يعملوا tracking number ويدوروا على الأرقام لقوا الأرقام وكل حاجة أرقام fake طبعا هنا الولد دخل في ديفيد كده لهو أنا دلوقتي عندي قدمت الشهادة fake وقدمت حاجات fake وقدمت كل حاجة إذا أنت غير مؤاهل وإذا أنت نصب هو قدامه أنه هو نصب هو أصلا منصوب عليه وهو منصوب عليه فده كيس بتحصل وبتحصل بشكل كبير جدا وللأسف التطور التقني حاليا بدأ أنه هو يخليني ممكن نوعه وممكن نوعه جدا لأنه أنا هنا أنا جاي لإمير راسمي أنا جاي لإمير راسمي من المكان اللي أنا مرفروض بأتعامل فيه فروح جاي فتح يوم التليفون وقوله أهو بصوا ده أنا جاي لإمير من الجامعة حتى والله لو حلفتوله على إيه حتى ولا هيصل فيه وأنا قدامه كده حد فعلا بينتحل طبعا القصة دي حلها برضو لأن أنا مرفروض أكون أعرف بكل التفاصيل دي أنت لما يجي لك إمير راسمي يقوله طيب أوكي ممكن أبعث لكم رسالة أو تردوا علي من خلال الإيميل برضو فإنت حضرتك دلقة لما هتبعث له هو فقط عنده الإمكانية أنه هو يبعت وليس أنه هو يستلم ففكرة أنه هو يستلم وما يردش عليك أصلا كده يبقى فيه حاجة من أنواع الحاجات الغلط في الموضوع ابتدي دقاءة أتأكد خلاص الموضوع من تلك فهنا دي من ضمن الحاجات اللي أنا أقولها لك الشيطان نفس يقف يسقف لهم يقول لهم والله يعني قطر ألف خير كنتوا لفتوا نظر الحاجات الجديدة فطبعا إحنا هنا بنقول إيه بنقول أن أنت دايما هتاخد شهداء بمكان حاول تتأكد وحاول تسأل حاول تدخل على السيطر الرسمي ليهم لأن إحنا عندنا في أمن المعلومات برضو خلينا أقول لك حاجة بسيطة يعني وتحصل كتير جدا موضوع التراكينج نمر ده بيحصل برضو حيلة شيطانية تانية وهي مثلا سيء أنا النهاردة دخلت على موقع سين بحط السين ده وأنا بكتب السين أطول مثلا إيه يعني سيء مثلا موقع اسم أحمد خلاص أحمد ده بدل ما هو مثلا A-H-M-E-D أخليها بال-A أحمد A-H-A-M-D خلاص هنا أنا نفس الصيد بالضبط اللي داخل يكرأ 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 صيد وشيركز وشيركز وهيعمل نفس الصيد بالضبط ويحط لك تراكينج نمر ويسجلك عنده وهو موقع فيك أصل فده أحيانا بيحصل وده بيحصل على فكرة متواجد برضو بنخلي الناس يعني انواعيها حاول دايما على قد ما تقدر عايز تاخد كورسات عايز تاخد شهادات اتعامل في أماكن رسمية للأسف الأمن المعلوماتي لو ركزنا شوية في القصة بتاع الـ الـ والقصة بتاع الأمن المعلوماتي بشكل كامل كده هنلاقي حاجات فعلا عجيبة لو أنا ما خدتش بالي منها يعني ده أنا أرجع لك تاني على هذه العجائب والمزيب من الأسئلة اللي بدأت تطلع في دماغي كده وأنا بسمعك حاجات تخض جدا بس لأنني أنا لازم أرجع له سيد عبد الرحمن طيب هو أنا أصلا مش هل موجود عندي في مصر زي ما أقدر أقول كده قوائم بالمعاهد والأكاديميات والجامعات المعتمدة من الجهات المصرية وتقول ينفع نتعامل معها سواء إذا كانت بقى والله دي جماعات أو معاهد أنا في مصر أو في المنطقة العربية أو في أوروبا أو في أمريكا إن شاء الله يا رب تطلع في الصين مش أنا عندي الحاجات دي ولا ما عنديش طيب لأ إحنا عندنا في وزارة التعليم العالي انتبهت في الأربع سنوات الأخيرة لفكرة القوائم المستحدثة لجميع المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل مصر وبتصدر شهاداتها من داخل مصر بالنسبة بقى للشهادات اللي بتصدر من الخارج تم الانتباه إلى عدة دول كان بيكسر فيها تلك الحالات وتم الانتباه إلى إعداد قوائم السنوية برضو وتحدثها للجماعات المعترف بيها في مصر والتي سيتم معادل شهاداتها عند العودة إلى مصر في البعض دول لكن يعاوز ياخد شهادة من جامعة مش عارف إيه اللي موجودة في الدولة الفلانية بالضبط هتلاقي على المجلس الأعلى للجامعات قيمة مثلاً بالجامعات المعتمدة في روسيا الجامعات المعتمدة في رومانيا لكن هي المشكلة الأكبر مش بتخص دول ومش بتخص برضو الحاجات اللي بتتكشف عن طريق الأمن المعلوماتي الجزء الأكبر من ما يتعرب له أبنائنا في الفترة الحالية هما النوع الأول اللي احنا تكلمنا عليه اللي هما فكرة الطلاب السنوية العامة والشهادات الفنية الحاصلين على مجميع صغيرة في الأقاليم انت بتتكلم عن أغلب المراكز المراكز فيه مراكز بتنشأ بتراخيص تبعة للمحليات بتنشأ كمراكز تدريب بعضها أحياناً بيسعى أنه ياخد بورتوكول تعاون مع الجامعات الحكومية القائمة وبعد ما ياخد بورتوكول التعاون يقوم يروح يعمل دعاية لنفسه في التلفزيون في وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو بيقدم شهادة جامعية أنه بيقدم شهادة التعليم عالي رغم أنه هو الترخيص بتاعه أنه يقدم خدمات تدريبية ملهاش علاقة بمنظومة التعليم العالي هذه المراكز بقى خطورتها في حاجة مهمة جدا من ساعة لما انتشرت في بداية ألفين بس ده بيعمل بقى إعلاناتوا في قنوات تحت السلم تحت السلم ما هي دي للأسف قنوات تحت السلم معهد الوحوش التعليم العالي وما بقواش محتاجين القنوات هما بقوا يرجعوا دلوقتي للفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ده كانوا بيطبعوا حضراتك كانوا بتتلاقيهم على أبواب مكاتب التنسيق حضراتك بتلاقيهم وزع فلاير بقى بتلاقيهم في كل حتة منتشرة حواليك في مصر في هذا التوقيت من كل عام توقيت برحلة التالتة للسنوية اللي هم الطلاب اللي رايحين وهم حتى ما بيحاولوش يفكروا هما ممكن يلتحقوا بفرصة أمانة وعانوا يأس أنا جبت درجات وحشية فعايز أنجز عارف دول بيقدموا لهم إيه المشكلة في التخصصات اللي بيقدموها لهم المشكلة إن وصلت تخصصات طبية في طب الأسنان في التمريض في العلاج الطبيعي مراكز مفهاش أصنع أكاديميين بيسحبوا ومنتشرة في الأقاليم بشكل رهيب يعني أنتو كصحفين متخصصين رصت أنت عندك في الأربع سنوات الأخيرة ما يقرب بين 300 مركز بيت إفلو لجنة الضبطية قضائية في لجنة ضبطية قضائية في وزارة التعليم العالي بتداهم هذه المراكز وتطبط جواها شهادات شهادات تعليم عالي في تخصصات زي ما قلت حكي وصلت لتخصصات طب الأسنان بيطلع له شهادة باكاليريوس طب سنين وصلت وصلت كده وأحيانا ده في الشهر الماضي المجلس الأعلى الجماعات كان بيناقش حالة غريبة قوي وهي كانت حالة متكررة قبل كده لقوا مركز بيتدعي أنه هو بيدي شهادة من جامعة إقليمية من جماعات الحكومية المعترب بها لا على فكرة دي كانت متكررة زمان هي قلت شوية لأن الجامعات بدأت تنتبه بقوة لهذا الموضوع وبدأت تلغي فكرة أنها تعمل بورتوكول تعاون مع أي جهة لأن طبعا إحنا عندنا في الجامعات الحكومية كان حاجة اسمها خدمة المجتمع قطاع خدمة المجتمع ده ممكن يعمل بورتوكولات مع أي جهة بتقول أنا جمعية أهلية بنعمل خدمات أنا مركز تدريب أنا بدي كورسات مش عارف فكانوا بيعملوا بورتوكولات تعاون على اعتبار أن المراكز دي ممكن تعمل مناشط تعمل تأجر قاع عندهم تعمل مش عارف إيه فبعض المراكز دي كان بيتحايل على البرتوكول ويقوم رايح يعلق بورتوكول في شقة عاملها على اعتبار أن هو بيدي ختم ويديهم شهدات بختم جامعة حكومية ويضرب الطالب ده أولي الأمر ده وبرده ده قرار ما هوش قرار شاب صغير يعني أبوها يروح يدفع في مصاريف وبتاعه مش عالي هو بيقدمها إيه هم بيقدمهش غالي ماشي بس أنا لما بأوليه أمر لو أنا طالب بيستر وخرج مستوى العامة لما روح ألاقي في شقة في عمارة وبيقول لنا جامعة وهديك باكاليريوس أنا برضو كده من أخولي بدأوا يأجروا إيه بدأوا يأجروا زي يعني أماكن برزة في شوارع رئيسية في المحافظات مستغلين التلخيص المحليات اللي هما بيقوغدنها يعني إيه أماكن برزة مجر في الله يعني يعني ياخد مثلا في الله ياخد شرع الحرم الرئيسي مبنى كبير وده المناطق اللي بكلمها حوايق عليها دي اكتشف فيها أربع أو خمس أماكن وتغلق تغلق بقرار من وزير التعليم العالي ويخاطب المحافظة ويحل الموضوع للنيابة ويحل الموضوع للنيابة ثم يعادل فتح باسم ثم اسم أكاديمية تلاقيه في المعادي في المعادي في شوارع المحافظات الرئيسية أكاديمية ويسمي نفسه أكاديمية كذا أكاديمية كذا احنا عندناش في مصر أكاديميتين لكن تلاقيه في الفترة دي تلاقيه خمسين اتنصال في اليوم أكاديمية كذا هتديني شهادة في التمريد ده بيدي شهادة وبيروح يدرب في ماء النصابين دخلوا شارع الحرم واربع خمس سلاح طب أقول لهم حضر لك حاجة هيلوزوا شارع الحرم ولا دي ليه إلا شارع الحرم وبعد ما يغلق يفتح مرة تاني بإسم تاني يعني دي حاجة يعني نظام كده يلتفوا بخمسين طريقة شو ممكن لجمع المصريين نمرة برضو وإيه هو ييجي في الصعيد إننا في الصعيد مثلا يقول لهم المعهف بربع خمس تلاف جليه السنة بربع خمس تلاف جليه السنة بربع خمس تلاف جليه هو التاني دكتور هو هتطلق آه وهتديك شهادة وهأجل لك مش عارف إيه التجميد وههضيك التوسيق هارجيه طبعا ما بي الطالب يدخل أول سنة وبعد ما يدفع يكتشف الخدع وهو ما فيش مكان يدرس فيه أصلا بيعملوا لقاعة كده مش عارف فيها إيه ويقول لك المدرج تنوص الله تعيبا كده وإيه اللي في عرفه آه يعني الحاجات والتعليم عن بعد تعال إحنا هنعلمك بالإنترنت التعليم عن بعد ده ده الكارسة تانية يمكننا صبايا المحترمة ويجيب مقر هنا تلاقيه فاتح يقول لك مؤسسة مش عارف أكاديمي بالتعاون مع كامبرج الأمريكية في كذا 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 جامعة بينك فانفر وإيه دي شهادة وإيه دي شهادة مكتوبة بالإنجليزي يعني لازم اشتغلك بقى اللي أحسن من الشغل ضبط الشغل بقى ما فيهمش واحد بيبقى أصلا أكاديمي لازم فيكالف يعني ما فيهمش واحد آه ما فيهمش واحد أكاديمي طبعا ده غير الناس اللي بتبقى رايحة وعارفة يعني فيه ناس بتروح تشتري دكتوراه ده بقى حاجة تانية آه يعني وفيه ملكز كده يعني يجي يقول لك عايز تاخد شهادة جامعية وشعب بتدفع ألف دولار عايز ماجستير مهني بتدفع ألف وخمسمائة عاوز ماجستير أكاديمي بتاخد ألفين دولار دكتوراه بتلات تلاف دولار انت كده تمام في الجامعات الخاصة صغراء السنة الابل اللي فيتت والسنة اللي صغراء بيرجعوا الشهادات بتاعت الطلاب اللي هما في سنة 3 في بعض الجامعات الخاصة بعض الجامع يعني جامعات maker أو جامعاتين طحديدا وهما بيرجعوا الشهادات وجدوا ان الشهادات السنوية العامة مش اللي العامة كانوا بداخلين بسنوية معادلة ا Idea بإحدى هي فلعن educación الس Link رايحة سقطين أرما عيالس رايحةfor بالسقط داخل بشهادية مزورة طيب الأجهزة الرقابية على فكرة مشطت جدا وضبطت أكتر من شبكة فيها للأسف يعني مش مصريين مقيمين هن عاملين فكرة تزوير الشهادات عندهم أختام أختام لجامعات عريق أختام لسنوية ده إحنا عندنا 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 تزورت أختام وإيملاقة اللي هي الهيئات منح الشهادات الدولية ولذلك الوزارة التعليم حط يعني ضابط مهم جدا رابطت نفسها بالجهة منح الشهادة بكود قالت لك في الأول كان الطالب يجيب لهم الشهادة وبعد ما يدخل الجامعة يجوا يفحصوا الشهادة ويرجعوا التسلسل بتاعها يلاقوها مضروبة الدبلومة الأمريكية أو الآي جي أو غير كلافة أنا فكر على الأيام برضو كانت في جامعات مضروبة في أمريكا جامعات ضربة كده فأنتعرف في بعض الجامعات أو الجامعات في أمريكا أغلبها وبعض المدارس تحديدة من المدارس السنوية العسكرية ساعة التخرج بيسلمك خاتم بتلبسوا في إيه ده بيبقى عليه اسم المدرسة أو اسم الجامعة وحاجات زي كده بيبقى شيء تذكري جدا يعني نهيك بقى أن فيه بقى فبدأوا يضربوا الخواتم دي يعني بيضرب الخواتم يا جامعة فيش دفعة تح مكتب في جراج عم عبدو اللي جنبينه وعنده شوية خواتم حلوين وبتاعه الخاتم بتاعها الجاهز يا بشار أحد رؤساء الجامعة الحكومية من أربع سنوات فوجئ أنه بيعلن عن حفل التخرج لدفعة طلابية في أحد النوادي على النيل وباسم جامعة القاهرة فالراجل قالي أنا جامعة القاهرة طب ما حدش دعني ليه طبعا أنا رئيس الجامعة ده أنا رئيس الجامعة فقال عروء راح راح في جامعة القاهرة بجد ما راح بقى فهو راح راح القاعة راح وشوف اللي يوصل ده لا اسم جامعة القاهرة وعملين لجنة لجنة ملاقشة ماجستير ودكتوراه وبيعملوها طب البعض يعني برضو الطلاب بواحد متنكر لبس 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 دكتوراه بيسعوا الشهادات بيسعوا للشهادات من هذا النوع طبعا إحنا ده في ناس بيساخد الماجستير والدكتوراه زي ما حالك قلت طبعا مضة الدكتوراه المهنية والماجستير المهني دي فوضى ما بعدها فوضى عاملين يأجروا قاعات أفراح ويجيبوا طلاب يعني من قطع بعضهم ما بيبقوش من عندنا هنا ومنهم مقصيين وينخدعوا وبينخدعوا بهذا المشهد يدخلوا على القاعة وتتعمل لهم لجنة المناقشة وما تكشفش غير لما يشوفوها على الفيسبوك هي الحكاية هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشتري مني بس فعشان بس ميز بيسألني بيقولي ده نعرف حد داخل الجامعة عملك ده نصاب وهو عارف انه نصاب بس مش دي قصة يعني هنا بقى هارجع على مسألة الجامعة يعني على سبيل مثال انا النهاردة افترضنا ان انا عايز التحق بهارفرد ييل ستانفرد اكسفورد امبيريال زي ما يطلع ما هي ليها ويب سايت رسمي وكلنا يعني مفيش حد هيغلط اكسفورد ده حاجة طيب ازاي بتخدع يعني ما هو اكيد بقى برضو ولاد الجنية دول عاملين اساليب يعني ازا كان بيعرف يضرب الايميل اللي جايلي فانالقي الميل جايلي من جامعة كبيرة وانا مصدق وبروح حول لهم فلوس ومستني بقى الشهادة لما تجيلي وممكن يكونوا بيبعتولي شوية امتحانات تفا واحلها او يقولي يعمل بيبر مش عارف ايه واعملها وابعتها واي مزرميت وتروح جايلي يقول انت خدت الشهادة الف مبروك انت هتلبس تاج الجزيرة السلطنية هنا بقى يجي السؤال فيه ناس اللي لسه بتتخدع في اسماء كبيرة طب بيتخدع ازاي ده مبدعيا انا لو هدخل وهدخل اقدم سيرش بسيط جدا على جوجل وده اسهل واسلم طريقة هدخل اعمل بحث بسيط على جوجل هيظهر لي اسم الوفصاية اللي انا عايزه دخلت اي ووفصاية ايا كان هو نوع ايه لازم بيكون عندي حاجة اسمها about us ويكون عندي حاجة اسمها contact او contacts بدخل على الاثنين او contacts تحديدا يعني خلاص وبيجي لي وسائل التواصل معي في الغالب يعني دايما بيكون حاطتلي اسم الميل بتاعه بقى كلكي مين عليه ولا حاجة او كلكية بسيطة هتدخلني على طول ان انا افرد اي ايميل له وابعت له اي ايميل وهنا انا تواصلت باسمي معي طب مش انا ينفع اشتري دومين وروح مننزل كل حاجة واكتب contact us هيحطي الفيسبوك والتويتر والانستجرام والميل وكل الكلام ده وهخش ويرد علي ما برضو ممكن يبقى جن يعني في حاجة تانية لو انا اختلط علي الامر بالنسبة للدومينات في حاجة اسمها scam advisor ده website ممكن احنا ندخل نحط اي لينك احنا مشاكين فيه او كده scam advisor ده اي حاجة ايا كان وبيكون عندك الناس اللي قابلنا دخلت حطت feedback على الوف سايت ده ازاي وفي نفس الوقت هو بيسكال الوف سايت يشوف هل هو مطابق حاجة تانية طب هل هو دومين فيه لعب فيه اي حاجة في نفس الوقت بيديك feedback هل الناس قالت عليه انه هو موقع نصاب ولا موقع حقيقي وانا ممكن عندي امكانية لانا اتعامل معي في الحالة دي انا لو تأكدت او انا سايل في الاول يعني اختلط علي الاف ودقت اللي انا والله يعني متلغبط ايه قصة ايه الدنيا استخدم الوف سايت ده والوف سايت ده بسيط احنا نحقق انحنا نساهل الدنيا اوي عن الناس اللي هو انت اختلط عليك اللي هو بيدخل حط رابط الموقع على طول هل يقولي اذا كان ده سكام نصابي او لجد او الموقع ده حقيقي وممكن تتعامل فيه فونس ان انا خلاص تأكدت اتعامل من خلال القناة الرسمية بتاعته اللي هو حطتها على الوف سايت نفسه وابتدي ان انا اخد خطوات التفاعل او خطوات التعامل معي فيه نقطة تانية واحنا دايما بنقولها وهي موضوع الصفحات اللي بقت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي دي تعد احد الكوارس الطبعية ليه بقى لان الناس حاليا مش ملمة قوي بالدنيا اللي موجودة حاليا على التواصل وخصوصا ان مواقع التواصل حاليا بقت اكبر سببه ممكن تحصل وياخد لك بقى فيديوهات من هنا ويجمع لك فيديوهات من هنا وشغل حمادة منتاج يجي اشتغل عليه بقى ويزبط لنا الدنيا ولا حمادة ده هو هياخد الفيديو زي ما هو بتاع الجامعة الحقيقية ورحط عنده ويعمل الكلام ده فعلا فللأسف هنا ده انا بسميه انه هو بيبقى يعني قلم كده للناس عيني اللي بتوعف القصة دي وفي نفس الوقت بيبقى عندهم يعني سرعا هو عايز اخلص وعايز انجز الدنيا بتاعتي وادخل مثلا بمكان او ادخل اخد اعتمادات من مثلا مكان محترم او حاجة وده للأسف موجود حل القصة دي حل القصة دي باختصار يعني وانا مؤمن بالكلام ده انت لو هتروح انا بكلم كطالب ان انت يا طالب لو هتروح او يا غاوي مثلا انك تاخد شهادة معينة او وطفر الاعتماد ايه لازم تحاول وتتواصل مع الناس مع الناس وبنأكد تاني مع الناس في المكان بتاعهم بنظر كده انت بيبان اصلا عندي ان كان المكان ده كفتة ولا المكان ده حقيقي ومعتمد وكده في نفس الوقت وده انا بقول دايما القصة دي انت لو برضو هتتجه لقصة اللي انا هدخل فيه قصة الالاين وانا انا يبقى بتعامل بالزوم ميتنج بتعامل بيه الحاجات المعتمدة على الوبينار والتجمع ومحاضرات الالاين والكلام ده كله خليك قويف جدا لان انت حاليا ممكن ان انا اعمل لك لوكيشن كده بسيط جدا باتنين جنيه ولا تلاتة جنيه خلاص ورايا وخلاص تتأكدت ان انا في المدرج او اضراف لك حتى المكان اللي غريب الكوروما وحرك هتصدق الكلام ده كله وفيرتشوالستوديو كل سنة متطيب الموضوع منتهي وانا هنا بقيت متأكد ان انا بتعامل مع مكان حقيقي قصة بقى التوقعات الرقمية وما يتعلق بيه ان انا يبقى عندي حاجة مثلا اقدر ان انا تأكد فعلا من مرجعيتها ده احنا بنقول يا جماعة لو 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 الشهادة اللي هتاخدها ما فيهاش حاجة زي كده على الاقل كوسيلة كخطوة كده اقول احنا بنبتدي بيها اللي هو سلام عليكم عندكم اعتمادات مثلا بتوقيع رقمي او عندكم رقم بناخده في سيريا مثلا بنبحث بيه لو ما لقيتش كده اقول لهم طب سلام عليكم عليكم السلام انا يعني اشتريت من مكان واحد تاني بس خلاص راح نفسك لان انت هنا بتعامل مع واحد نصاب وبتعامل مع واحد نصاب مخترف يعني نتكلم هنا في درجات نصب وواحد معلم فنتك كير طبعا نخلي بالنا والاهم ان احنا لما هتتعامل مع حد نصاب يستحسن وده الأفضل وانا دايما مع المبدأ ده بلق عم بالبلد بلق عم اقول انا عايز اشكر حضراتكم جدا 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 على وجودكم عن النهاردة ولا انوارتونا ما انا بنتي صلاف سنوية العامة بالأمالي بالمناسبة مصر في سنتين الاخرانين كانت حريصة لان سمعت شهادتها برة تكون قوية وعملت مشروع في مشروع قومي بتتبنى الدولة المصرية حاليا هو فكرة الشهادات المؤمنة جميع من أول مرحلة السنوية العامة حتى الدكتورات حاليا الشهادات بتطبع على أوراق خاصة زي هاتف بس دي بقى لازم لها دي تخصونا احنا دي تخصونا حلوة دي طيبين علمي ولا أدبي بقى بنتي عايزة تخش علمي انا مش عارفة انا عفاق انا عفاق اسمعي مني اسمعي مني لا علمي كويس علمي كويس علمي كويس لا انا عشباس حاجة يسمع الكلام علمي مني يا رب جميعا بالمناسبة امريكا من اكتر البلاد اللي بيتنصب فيها حتى عالم واطنيها هي المصدر المصب بتاع الجامعة المضروبة ده فامريكا عادي وناس امريكان بيتضربوا يعني بيقعوا في نفس الفخ بتاع الجامعة المضروبة يصدروا كوكب يصدرتونا ما عندهم اصلا جوة كوكب ده جمي مصور الموضوع ده والله اشكركم جدا بجد نورتونا وقفتونا واعتقد نورتو كتير جدا من اولاء الامور وايضا ابنائنا الطلبة بناتي الطلبة والطلبات عارفين انتو البرنامج ده على كل الفقرة دي خلصت لكن لسه البرنامج ما بمخلصش انا معاكو الحد الساعة واحدة قاعد معاكو خانون الاول اشكر ضفنا العزيزة منا العزيزة نساز عبد الرحمن عبادي الصحف المتخصص فيه شؤون التعليم منورنا وشرفتنا والجايات كتير وصدقنا العزيز اللي دايما نستفيد منه بشمونتس احمد السخاوي خبير امن المعلومات نورتنا وانا لطقي تاني تعال بقى هروح على حاجة انا حبها قوي اهلينا اللي على قد حالهم اهلينا اللي بشتغلوا عملية يومية الاخ 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 انا من الناس اللي كانت دايما تقعد تسأل امت مصر ده زمان والله بكلمك بجد فامت مصر هتعرف تاخد بالها الناس الغلابة اللي على باب الله اللي على قد الحال العمال كان زمان العمالة اليومية دي اخرها عمالة طرحيلة عارفينو عمالة طرحيلة اقروسو في ادريس كويس مهم يعني وبعدين بدأت انواع العمالة اليومية تزداد شيئا فشيئا بدءا من اخواتي الفوعلية اللي بيشتغلوا شايا للأصع والغلق على دماغه في نقاحة الشمس وبالمناسبة بسبب الفوعلية انا بقيتش يوع بكلمك بجد يعني مهم يعني سيبك من ده عدت الدنيا وبالتأكيد دون ارادة مني على الاطلاق لكن ربنا بيحب الغلابة ويحب اللي يحب الغلابة فجالنا رئيس جمهورية يحب الغلابة جدا جدا فخد بالو منهم وطبطب عليهم وبدأ يشتغل بطريقة يلا بينا نحاول ندعم اهلين دون وبالمناسبة دي كلمته اهلين يعني لان انا اللي يتحد بقول ان احبك لما تقول اهلين هي مش كلمتها انا بصراح انا خطفها من الرئيس بكلمك بجد اقتباسا فبدأ يوجه كل مؤسسات الدولة علشان خاطر اهلين الغلابة وجه بدعم العمالة غير المنتظمة الناس اللي بتشتغل باليوم على كف الرحمن على باب الله فباقت الحكومة تطلق مبادرة اسمها ايه طريقك امان معرف انت اللي هو ايه تكل على الله طريقك امان يا ستا يا طريقك امان لكل الناس لكل الناس علشان نحمي الناس تحديدا بتوى التوصيل بتقعد ديليفري العال دي عال كويسة اوى على فكرة العال دي بتاكل لقمة تعيش بالحلال العال دي في عز البرد وفي عز المطر بتال ايه بيجري بالعجلة بتاعته ولا بالموتسكل ممكن يتعرض لحاجات كتيرة عشان يوصل لك لقمة كويسة وفي عز الشمس بيطلع عينه عشان يوصل لك حاجة انت عايزها مش بس الاكل عاملوهم كويس في نسبة تتعامل معهم بمنتعة قلة الادب وانا الحاجات دي بتستفزيني خلونا نروح لدكتور ميرفة صابرين بعض الفاصل مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والامان الاجتماعي استنون